اشتركوا في القناة 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 كده هاديها رشة ملح وفلفل نقلت كده هوا ومعانا أستاذة جيهان ألو أهلاً أهلاً يا جيجي إزايك أنت أخبارك إيه يا روحي أخبارك إيه تقول له تمامي أنت أخبارك إيه يا رب تخليك يا حبيب تتلم يا رب تسلمي عاملة أكلية النهار عاملة بطاطس محمرة وجبنا عريش بالقوطة وبطاطس شبسي بطاطس لم يدك بطاطس لم يدك حببتي قليلي عندك سؤال؟ آه أنا زعلين عشان أنا عالت ليك كده مرة على كارينة الصحيمين شاذت له والله ما أقول فيها بغاية دلوقتي يجي غالبا غالبا انا عالجسد والله يقول الاعداد بقى يا استاذة نوهة انا بقى ببقى متكل على الاعداد هيقولولي ويفكروني لكن محدش بيعبرني لكن لا انا بفتكارك بقى ما عبرتك هقول ده انا عامل هالك ده انا عامل المخصوص حبيبت قلبي هنمشي منك ابدا يا سكة حبيبت تسلم ايلك يا حبيبت المرسي على تليفونك الجميل يا استاذة نوهة اكتبهنا الحلاوة التحنية من فضلك عشان اعملها الزهايمر مخلص علي اخبت ايه اللي حصلي والله كنت وردة مفتحة انا اتحسدت انا اتحسدت يا جماعة ملح وفلفل على البطاطس ملح وفلفل ورش الجزء الطيب وزبدة وايه؟ ونقلب الكلام الحلو ده كله كده هو بهذا الشكل الزريء اهو اهو بصو بقى هعملها بأدية برضو عشان اطمن ان الزبدة ايه توغلت بس تكون البطاطس الفيوري كده امام؟ عايزة ارجع بص على الفراخ اخبارها ايه؟ اهو كده الفراخ بصوا يعني خلاص استود ايا كده تقريبا خلاص لان احنا مقطعينها مكعبات صغيرة وتشوحت فبقت هايلة فانزل بقى ايه؟ بالبصل كده بهذا الشكل الزريف اهو ومعنا ايه؟ المشروم كمية المشروم بقى براحة تكون نقلب الفراخ مع البصل مع المشروم كده والفلفل الالوان كده اهو كده اهو اهو ملح وفلفل معانا استاذ ايمان الو الو يا اهلا وسهلا ازايك عملا ايه؟ ازايك انت يا حبيبتي اخبارك ايه؟ تمام الحمد الله يا رب دايما يا رب دايما انا اول مرة اكلم حضراتك ده انا اتشرفت اوي والله يا ايمان نورتين ايه؟ انت من حضراتك حاجات كتير قوي حبيبتي قلبي والله انا اتشرفت خالص والله وبعمل السينبون بطريقتك جميل جدا جدا تسلم و احلم بتاع برا كمان حبيبتي تسلم ايديك يا سكر والله انا مكفوط قوي ان انا خالي حضراتك حبيبتي ربنا يسعدك يا رب قوليني عامل اكل النهاردة حبيبتي قلبي قوليني عامل اكل النهاردة سمك يا عيني يا عيني افتاح البابنا جاية تنوريني حبيبتي قلبي تسلم ايديك تسلم ايديك عندك اي سؤال؟ لا 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 لابت عايز اتصل اشكر حديثك على اخلاقك الجميلة حبيبتي و على اخلاقك الجميلة و طريقتك في التقديم كل حاجة بتقدميها حلوة قوي ربنا يسعدك يا حبيبتي قلبي و اتشرفت جدا بتليفونك الجميل و كلمين على طول بقى حبيبتي تسلم ايديك على سمك انا شام رحتي من دلوقتي تسلمي 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 حبيبتي قلبي تسلمي يا روح قلبي تسلمي لتسلم ايديكي دوسوا انا جدت سمية الفرن و حطت فيها البطاطس اللي احنا متبلينها و مضبطينها اهو كيب اهو والحشوة الحلوة بقى جاهزة اهو هناخد منها و نحط فوق البطاطس كده ما عايزين كده ايه الحشوة تبان بالطاجن البايركس الحلو ده يعني نعملها راق كده حلو مخترم كده اعز اقولكو على حاجة تانية تقدروا اصلا تستغنوا عن الفراخ كمان في الوصفة دي يعني ممكن نمشيها خضار بس بلف الألوان و بصل ممكن نحط كمان بسلة و جزر معانهم و يتشوحوا و يبقوا حلوين قوي ممكن بس يعني برضو الماشرون نحطه و يبقى من غير فراخ خالص وبتطلع برضو حلوة قوي 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 بصو انا كده ايه زبطت الطاجن اهو واخر طبقة خالص بقى هنحطها على الوش طبقة البطاطس البيوري برضو كده اهو و نفردها و نفردها و نديها رشة جبنة بقى عشان ندخلها الفورن معانا أستاذة ليلى ألو بصو يا اهلا وسهلا اهلا بحضرتك ازايك على فكرة انا اول مرة اتواصل معاك والله ده انا اتشرفت خالص بجد حبيبتي حبيبتي خالص تسلم الحقيقة انا كنت عايزة تبس سؤال عناية كنت عايزة اعرف بس طريقة الشاورمة عناية لحمة ولا فراخة لا لحمة يا عيني والله يا حاضر حبيبة قلبي مشكورت جدا على تليفونك يا أستاذة نوها نزللنا الشاورمة على الشاشة حالا لأستاذة ليلى انا بحب قوي اسم ليلى انا عمتي اسمها ليلى اه وبحبها عمتي برضو بديها بوسة بقى مش عارفة هي بتتفرج عليه ولا لأ يعني ايه كده اهو علشان بدي تحية لعمتي وكل اللي اسمهم ليلى ليلى ده اسم جميل كده اهو شوية جبنا بقى شادر بهذا الشكل الظريف او جبنا موزاريلا فرن سخنة درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص تقريبا 20 دقيقة جبنا بس كده تسيح وتبقى الأكلة جاهزة وخطيرة وبالهنة والسفاتاجين بطاطس بيوريه بالفراح والخضار واحنا عاملين واحد هناك بقى وعملينه برضو في صانية بايركس كده شفافة عشان تشوفوا الطبقات بقى اه لأ يعني وصفة خطيرة تجوع كده ولذيذة ايوه تستلم ايدك يا استاذ احمد اخراج برضو مش حاجة بسيطة ايوه شغل برضو ايوه والله يا جماعة ان شاء الله تجربوها وتعجبكوا وبالفة هنا مشتفة فاصل بسرعة جدا ونرجع بعد الفاصل نعمل مهلبية بالبسكوت شكرا 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 انا جيت احنا معاكم على الهوى نورونا بتليفوناتكو الشوار ما هتنزل حالا والحلوة هعملهالك يوم السبت زال نهاردة عشان تبتكلميني يوم السبت ومسكني قوي يوم السبت ها يا جيجي في يوم السبت الجاي اعملك الحلوة الطحنية ان شاء الله دلوقتي بقى نعمل وصفة لطيفة جدا جدا هنعمل مهلبية بالبسكوت خطيرة خطيرة هاااا هقول لكم مقدرها وهستانى طبعا تليفوناتكو عشان ندير فقرة الاخيرة في الحلقة وكلمونا ايه بقى المقدر بصوا انا معي لبن تقريباً لتر من اللبن الحليب تمام لتر لبن حليب هنحط عليه مالقتين كبار حلوين كده من النشا مالقتين كبار برضو حلوين كده من الدقيقة تمام عايزة تخليها كلها نشا مافيش مشكلة هنحط كمان كوباية من السكر ممكن نقلل كمية السكر شوية لو تحبه بس هي كوباية هتبقى مظبوطة على المقدار ده كله تمام؟ هنحط كمان علبة من البسكوت أي بسكوت ده أنا معايا البسكوت اللي هو الحلو ده اللي العلبي يحبوه طويل ده فاهمين قصدي اللي هو بتطلع عليه كنافة وبتطلع عليه عافينه ماشي وهنحتاج باقي كريمة مثلا حلويات نحطها برضو على الوش كده مثلا مع يعني نحطها مع خليط المهلبية لو تحبو بس وخلص هتطلع خطيرة جدا وصبة سهلة قوي للمهلبية يعني مش قادر أقول لكم والبسكوت اللي إحنا هنحطه معاه ده هيديها طعم لطيف جدا ووديها كده في حتة حلوة وبس هناخد اللبن الحليب هندوب فيه السكر كده وهندوب فيه كمان النشا والدقيق معانا ألاء ألو ألو يا لولو يا مارو أزاي؟ أهلا أهلا بيك بيدلعوك لوليك يا لولو صح؟ كل ألاء اسمهم لولو صح؟ أشفت أنا عرفت الزعي الزعي أنا أتكلمك عشان يعني أنا بحبك حبيب أحب صبياتك وحب تلقيتك حبيبي تقلب يمكن مش متابعة البرنامج كتير عشان معاعد شغلي بس أنا بقلب بلاقيك يقول لأ حبيبي تقلب يعني لازم بجد لازم يعني أستفيد منها وبحب طريقتك كمان أكتر من طبعا طريقتك في الأكل طريقتك كمان في الكلام وكده فأنا حبيتك أكل للك تقلبك لسه؟ والله يبص صميتي البطاطس البيوري بالفراغي سهل أنا أعده دلوقتي وتعلم منك عشان مش هتاخد منك وقت لو عندك شوية بطاطس كده ضباطي الدنيا وخلاصي الغداء قوام قوام حاضر قوام قوام حبيبت قلبي ده ما تشرفت خالص تسلميلي حبيبتي هستناكي يكلمينا دايما بقى مع السلام حبيبتي أنا بعد ما دوبت السكر والدقيق والنشا في اللبن الحليل روحت أحطهم إيه في الحلة كده على النار لازم يدوبوا الأول على البارد قبل ما نحطوهم في الحلة كده هوا وخفضة لقلب فيهم لغاية ما يبتدوا إيه يتقالوا كده يبقى قوامهم كريمي شوية وتبقى جاهزة معانا المهلبية ممكن نضيف لها كريمة الحفقة للحلويات زي ما تحبوا أو عايزينها بس كده ما فيش مشكلة ممكن نضيف لها معلقة أو معلقتين كبار من الكريم شانتي البودرة ممكن نحط لها كباب معلقة كبيرة حلوة كده من اللبن البودرة كل الحاجات دي بتدي نكهة لطيفة جدا للمهلبية تمام؟ عايزين كمان رصد فانيليا ما فيش مشكلة كل ده هيبقى لطيف قوي عايزين بس كده إيه القوام يبتدي يتقل ولازم يدوب النشا على البارد الأول علشان إيه ما يكلكعش معانا معانا أستاذة سلوى قالوه وعليكم عليكم السلام أهلا وسهلا إزايك يا شيف مرة حبيبة قلب إزايك عاملة إيه؟ إزايك قلب إنتي عاملة إيه؟ اللهي يخليك إيه حبيبة قلبة إسلام يا ربا بصي بقى يا شيف أنا ايه؟ مش عايز لحد يقطع علي لا خالص ده حضتك براحتك هذا برنامج بتاعك يا وساسة وبعدين أنا خلت اسمها سلوى فبراحتك برضو اتقربتنا بصي يا شيف بص يا شيف قوة دايما يقولك إيه مثلا فيه برامج طبخ كتير وفيه شفات كتير وحاجات كده آه آه يا سلوى نا أنا دايما نقول إيه؟ أنا بحب الشيف مروح حل فأنا سبحان الله باخد منها المعلومة خفيفة وبسيطة الحمد لله وببقى شطرة والوصفة مفيش فيها غلطة الحمد لله فأنا والله العظيم دي حقيقة مفيش فيها غلطة يعني بميرد الله ربنا يا ربيك يا رب إن مفيش وصفة بتبوض طب جربتي إيه بقى يا سلوى بقى مفيش غلطة والله العظيم كل حاجة أنا بفتح مثل اليوتيوب بقى يساعدك يا رب قصما بالله كل حاجة اليوتيوب أول واحدة على اليوتيوب تعمل الوصفة في دقتين أو دقتين ومك حبرتك حاببت قلبت اسلامية والله كل حاجة أنا بأخرج يا سلوى بأخرج خلي بالك بالك الدونات حتى كل حاجة حاببت قلبي يعني بلجاب تدى حاجةك قوي وإنت محترمة قوي وطيبة قوي وعندك ضمر جدا وربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحة والعافية ويخليك لولادك حاببت قلبي ما تحرمش منك يا رب وربنا يساعدك ويرزوك بناس لزاز وتعمين زي كده قلولي الكلام حلو كده زي ما قلتيني شكرا يا حبيبة قلبي تتناميلي والله نورتينا كنا هنقطع عليك إزاي سلوى تقولي كلام جامد قوي وخطير لا يمكن نقطع على حد حاببتي اهو بصوا احنا قلقنا في الاول انا قلت يعني سلوى ايه الموضوع زعلنا مني ولا عاجة قلق بتحبيني الحمد لله اهو بصوا المهلبية اهو بتبتدي ايه؟ بتتقل وتتماسك يا مساهل اه مقدير الشاورمة نزلت اهو لو سمحتوا علشان شاورمة اللحمة منصدلكوا نزلوا المقدير كده اهو نقلب كده ايوه اهي شاورمة اللحمة هي زي ما انتو شايفين يا جماعة نص كيلو لحمة متقطع على شرايح اليها تقطيع الشاورمة وهنتبّلها بقى معلقة صغيرة من البصل البودرة توم البودرة والكمون معلقة صغيرة من السبع بوغرات ورشة جث الطيب تمام؟ خلاص يا استاذ احمد استاذ احمد حاب يجود يقول لي رشة جث الهند خلاص يا استاذ احمد شكرا يا استاذ احمد وهنحط كمان رشة خفيفة خالص من القرفة ومعلقة صغيرة من الفابريكا ومالح وففر كل الكلام ده بنتبله وبنحط كمان معلقة كبيرة من الخل ونتبل اللحمة بالكلام الحلو ده كله وطاسة سخنة ننزل بالإيه باللحمة مع كل التدبيلة بتاعتها تمام تتشوح بقى ممكن تنزل ميتها تسيبيها لغاية ما تشرب ميتها تماما واللحمة تستوي بعدين بقى إيه ننزل لها بقى شوية بصل شرائح طماطم بتقطع برضو شرائح رشة بقدونس وذاك ليه أحلى شاورمة أعملي بس الحلطة الحلوة دي بتاعت الشاورمة ونزليها على طول على النار مش لازم تسيبيها مدة يعني فازم تسيبيها في التدبيلة بقى ساعة والكلام ده عايزة تعملي كده يا حبازة مستعجلة يبقى على طول في الطاصة وهتبقى خطيرة المهلبية تقلتها هون هي لسه برداني عايزة تتقلتنا بس عشانال حقق أقدمها معاكو قبل ما إيه ما الحلقة تخلص محتاجة تغلي كده شوية هتلاقوا قوامها إيه بقى أتقل ونحطها بقى بصوا احنا حطناها في كاسات لطيفة جدا وما بين طبقات المهلبية حطين البسكوت اللي تصيف الحلو اللي أنا بقول لكم عليه ده اللي بيعملوا عليه اختراعات بقى الكنافة واللي تشيس كيك وفاهمين قصدي طبعا اللي هو لونه بني كده وطويل وأول حرف من اسمه إل أيوة اللي يعرف الإجابة الصحيحة يقول لي آه بعطولي آه هتكساموا معنا واحدة اهو بصوا طبقات المهلبية مع البسكوت رايق بقى كده ويهدى بقى عايزين تاكلوه ومش ساقع سيبه بره التلاجة يهدى كده ويبقى حل وبالهانة والشفا حيبات بقى يعني مخلصش كله لسه حيبات يبقى طبعا ضروري نحطه في التلاجة وقبل الأكل كده بنص ساعة نطلعوا يهدى شوية ما يبقاش متالج يعني ده لو حد بيحبه مش ساقع قوي زي حالتي يعني أنا بقول يعني زياد عشان ما بحبهاش ساقع قوي بزياد في الجو الساقع بالهانة والشفها بقى خطيرة لذيذة جدا جدا وقابلة للإضافات برضو عايزين تحطوا صوص شوكولاتة أو أي حاجة أو حتة شوكولاتة كده مكعبات شوكولاتة في النص كده هتبقى برضو خطيرة يارب بتكون الوصفات عجبتكو والحلقة عجبتكو عملنا أول وصفة مع بعض صنية البطاطس البيوري بالفراخ والخضار وصفة حلوة جدا نقدر نستغنى عن الفراخ نقدر نبدل الفراخ بلحمة براحتكو خالص بتطلع لزيزة وأحلى حاجة إنها سهلة وخفيفة كده مش تقيلة ولا حاجة وكمان بتشبع يعني مش محتاج جنبها أي حاجة غير طبق صلطة وبالهانة والشفها والوصفة التانية مهلبية بالبسكوت لطيفة جدا وصفة سهلة بتاخدش وقت أبدا نخلص أحلى مهلبية ونغرفها مع البسكوت وينفع بسكوت تاني غير ده كمان أي بسكوت تحبوه وبالهانة والشفها بشكركم جدا أنتم تتفرجوا عليكم سعيدة جدا بكل التليفونات وحبابي اللي بيكلموني والناس اللي بتبعتلي يعني بجد أنتم بتخلوني في حتة تانية كده بكلامكم الحلو ده إن شاء الله بكرة برضو نفس المعاد ساعة 2 إلى 3 كده ولا حاجة هتلاقوني معاكم برضو على الهواء هنعمل وصفات زريفة جدا هستنىكم إن شاء الله بكرة بإذن الله